بسم الله الرحمن الرحيم نشرح مع بعض الطريقة تعمل العلامة المائية في برنامج الورد طبعا العلامة المائية تكون علامة خفيفة كده في خلفة ورقة طبعا فيه طرقتين لوضع العلامة المائية إما هي تكست يعني نص إما تكون عبارة عن صورة نرفع لضاء قليلا عشان نشوف أحسن طبعا أولا بالنسبة لتكست النص نختار بجي قوت بعد كده ووتر مارك حرف الإيادة بالأحمر نصلي كده نختار كاستم ووتر مارك طبعا هنا في بيكتشار ووتر مارك لها الصورة والتكست ووتر مارك لها النص نختار التكست صوت كلمة التكست كلمة دي كده نختار التكست نختار التكست نختار التكست سوى عربي أو الإنجليزي مثلا نختار التكست بالإنجليزي حسنا نختار التكست من رحل نختار التكست وم قرره نختار التكست نختار التكست نختار التكست حسنا كتبنا كلمة جود صوت تيكست ماشينا العلم عنه هنا يدوسنا حسنا طبعا ما كنت ايه تختار الكلار اللي انت عايزه لون الخلفية اذا كانت الطبعة الوان نختار طبعا الفونت النوع الخط اللي احنا عايزينه ايان كان طبعا اللي هو اللي احنا عايزينه اختارنا كل ده طبعا تنيبة كده ايه ندوس اوكي عشان تطلع كلمة جود في الخلفية كده نصغر شوية عشان نشوفها اهي كلمة جود ديباس ايه وطر مارك او علامة مائية بتظهر في كل اللي عملت مثلا عشرة او خمستاشر ورقة بتكون خلفية في عدة كل الاوراق مثلا ندوس كنترول انتر عشان اعمل ورقة تانية اهي ظهرت في الورقتين لو عملت خمسين ورقة بتظهر في كل الاوراق عالمة مائية بتاعا سواء اعمل منزمة او اعمل كتاب طيب اعمل منزمة اعمل منزمة ندوس على وترمارك ورموف وترمارك نضغط هذا كده اختفت كده هذا بالنسبة ل عالمة مائية تكست او نص طيب بالنسبة للصورة ندوس وترمارك كاستام وترمارك طبعا ايه؟ بيكتشور وترمارك نشي بكاستام وترمارك بكاستام وترمارك من الكمبيوتر كون انت مسايفة على الساعة المكتب مثلا او في اي مكان يفتح معك طبعا صورة كده مثلا صاليها انسيرت لكده اوكي نشي علامة طبعا كده وكده اوكي ايه بدانها طبعا ايه خلفية في الورقة طبعا برضو العمال لنا كزا ورقة هتكون برضو خلفية في اكتر من ورقة العمال لنا عشو ورقة هتكون خلفية ايضا ايه؟ في كل الاوراق نريد ان نشيلها برضو منص الطريقة بتاعت التكست نبس ووتر مارك ريموف ووتر مارك طبعا الخلفية غير الاطار اللي يكون في في حد الصفحة على الاطار يكون بيش بوردر بس كده نختار لفا النص بيش بوردر نختار طبعا نريد ان شكل معين من الأشياء مثلا كده اوكي نريد ان شكل كده مثلا نعمل شكل توفاح اما نريد ان شكل مثلا ورقة رسمية تقدم لبعين حكومي او كده نريد ان شكل نريد ان شكل مناسب نختار مثلا مثلا شكل زيادة كده او كده نريد ان شكل مناسب ورقة مقدمة لجهة وكمية مثلا او لجهة مختصة طبعا لجم يكون ايه شكلها مناسب وكده عرفنا ازاي نستخدم العلمة المائية وازاي نحط بيش بوردرز ل ورقة الورد سمع انكم فهمنا الدرس نشتري في القناة ونعمل لايك شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم